اشتركوا في القناة السلام الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله ومرحبا بكم مع الدولة التي احلم بها احلم بدولة تعظم المقدسات وترعى المحرمات وتعز المواطن وتنصر المظلوم هذه الدولة التي احلم بها ليس كواقعنا اليوم اليوم المحرمات منتهكة المقدسات مثل الاقصى محتل المواطن في داخل الدولة وخارجها ذليل طبعا الظلم وانتشار الظلم شيء غير عادي في قصة لطيفة في تاريخنا لما ايريني ملكة الروم عزلت وتولى مكانها نقفور حاكم الروم الجديد ارسل رسالة الى هارون الرشيد رحمه الله تعالى الخليفة العباس الشهير يقول فيها انها يتكلم عن ايريني التي كانت قبله انها كانت تدفع لك الزكاة ومعنى الرسالة انها جعلت نفسها مثل الجندي الذي في لعبة الشطرنج وجعلتك مثل الرخ الذي في لعبة الشطرنج وهذا من حمق النساء هكذا في الرسالة من حكم حمق النساء وضعفهن فضعفهن فاذا جاءتك رسالتي هذه فاردد كل ما دفعته لك سابقا وانت تدفع الجزية هذا الكلام نقفور لهارون فهارون رد عليه قال اذا جاءك كتابي هذا فالجواب ما تراه لا ما تسمعه الجواب ما تراه لا ما تسمعه بس ما ارد عليك بالاقوال مثل ما تفعل امتنا اليوم هذا مره عندنا في مجلس الامة في الكويت وقف خطيب واحد من البرلمانيين يتكلم في يوم الارض الفلسطينية فيتكلم عن قضية فلسطين وسمح له بالحديث ربع ساعة فطول فأيس المجلس بدأ يضرب يقول لا يا عبد الكريم خلص وهذا مكمل يا عبد الكريم بس وهذا مكمل خلص نص ساعة فهذا خلاص يا عبد الكريم فقال لا يا رئيس المجلس اتركني احرر فلسطين احنا عندنا غير الكلام هذا واقع هذا واقع عمتنا اليوم هارون رد بالفعل لا بالكلام وتعرفون القصة الشهيرة قصة المعتصم لما سمع ان صرخت امرأة وصلته امرأة هي قصتها باختصار ان امرأة اسرت من ضمن عشرات الاسرة في بلاد الروم في منطقة حدودية فقالت وامعتصماه في واحد سمعها وصل الخبر الى اخر المهم وصل الخبر في النهاية الى المعتصم فحرك الى عمورية اللي هي فيها حدثت المعركة هذه حرك جيش كامل اوله في عمورية واخره عنده هذا عزة الاسلام فتراجع الروم واطلقوا كل الاسرة هذا الذي نبحث عنه نبحث عن هذه العزة عن تعظيم المحرمات عن الدفاع عن الكرامة عن هذه دولة عزة وشموخ وهيبة وعطاء دولة تمتلك قوة حقيقية ليس وهم ليس خطب رنانة من اذاعات صوت العرب وامثالها لا 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 نريد هذه السيادة الحقيقية نريد هذه الهيبة للشعارات الجوفاء الخطابات الرنانة صارت ليس فقط للأسف عند الحكام صارت عند حتى علماء الدين وحتى على الوقت صارت حتى علماء الدين ليس في شرق فقط حتى في اقليات المسلمين في الغرب اذكروا احنا في امريكا في خطبة الجمعة في مسجد صغير في كلهوما فالخطيب يقول وانا من هذا المنبر احذر رئيس امريكا ايسا تحذر رئيس امريكا من انت حتى تحذر رئيس امريكا دولك كلها صار ليس لا هيبة وانت في مسجد صغير صارت خطب رنانة انتشرت في الامة الى درجة ان صارت الخطبة ليس لها قيمة وصارت الالفاظ هابطة وصارت ما عندنا فخر ما عندنا مجد ما عندنا شعور بالعزة وطبعا اعظم المقدسات المنتهكة هي فلسطين والاقصى اليوم اليهود يلعبون بنا والصهاينا يدوسون المسجد الاقصى وينتهكونا ولا في اعتبار ودولنا يعني تتنافس في التطبيع هذه الخيانة العظيمة هذا الذي اتحدث عنه الذي نريد ان نقضي عليه نريد دولة تعيد المقدسات وتعيد العزة وتجعل الاعداء هم الذين يخضعون لنا وليس لن الذين نخضع لهم مزيد من معاني تعظيم المقدسات بعد الفاصل بإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واهلا بكم مع الجزء الثاني من تعظيم المقدسات احد المقومات الرئيسية لامتنا اذا كنا نريد ان نحلم بالامة العظيمة التي ستكون لنا في المستقبل وحددتكم ان الامة القوية العزيزة الكريمة تحمي مقدساتها وتعظم الحرومات وتراعي المحرمات تنتبه الى مثل هذه المسائل وتعمل على تحرير المقدسات من الاحتلال بالذات الاقصى وكل ارض فلسطين الامة يجب ان لا تتنازل عن اي شبر من فلسطين واليوم نجد للأسف استعداد هائل عند الامة للتنازل ما شيء هذه للذين خارت عزائمهم على الاقل اتركوا الاجيال القادمة تحلم وادركوها تعمل على ارجاع المقدسات ايضا استرجاع الاقصى هذا امه فقدت مقدساتها وسكتت عن انها مسأله امه ضعيفه امه مهزومه يتبع هذه المسأله استرجاع الاسره تحرير الاسره اليوم عندنا عداد كبيره من الاسره عند المحتلين وفي سجون الطغاه الامه العزيزه ما في عندها اسره لا في عند الاحتلال ولا عندها استبداد سياسي يحول العلماء الى اسره فهذا كل جزء من معركتنا في الحضاره احنا على فكرة لازم نفهم ان الذي نتحدث عنه هنا هو معركة حضاره نحن في معركة حضارية او ان شئت ددافع حقيقه افضل من كلمه معركة تدافع حضاري و امتنا يجب ان تكون كذلك قدوه في تعظيم المقدسات بحيث ما احد يفكر يفكر تفكير في ان يمس المسلمين او يمس مواطن حتى لو غير مسلم في دوله الاسلام دولتنا تحمي مواطنيها وتحمي اطرافها وتحمي المسلم وتحمي الذم الذي يعيش في دوله الاسلام هذه حماية كاملة و واجبها هذه المسأله و ودور رئيسي من ادوار الامة ان يكون لها هيبة هذا دول رئيسي ان يكون للامة هيبة وتعتز تعتز بقوتها وتعتز بهيبتها وتحمي مواطنيها اليوم اليوم مثلا نجد ان امريكا ممكن تشدن حرب عشان كم واحد من مواطنيها قتلوا اليوم لما تصير كارثة يرسلوا جيش عشان يطلع مواطنيهم من البلد الذي فيه حرب او فيه كارثة هذا ليش هذا عند الغرب بشكل كبير وعندنا هذا الامر غير صحيح غير متوفر هذا الذي نريد ان نغيره نريد نريد امه عزيزه تصنع القرار هي التي تصنع القرار في العالم امه تقود العالم اليوم العالم ليس له الا قيادة واحدة وهي امريكا في فترة من الفترات كان هناك قيادتين امريكا و روسيا في احتمال في المستقبل تأتي الصين تنافس هذا كل صحيح طيب اين امتنا في كل هذه السابق واللاحق اين امتنا في هذه المعادلة نريد امه تصنع الحضارة تعيد الهيبة تقود البشرية تقود الحضارة من جديد ترفع الظلم عن المظلومين هذا الذي نحلم به والله سبحانه وتعالى امرنا برفع الظلم عن ليس المسلمين انتبهوا جيدا ليس المسلمين و انما كل انسان مظلوم احنا واجبنا ان ننصره واجبنا نصرة المظلومين يقول الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان كيف ما تقاتلوا في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين ولذلك المسلمين في في تونس لما كان عندهم الدولة الحفصية استعانى بهم النصارى في جزيرة كريت نصارى استعانون بالمسلمين في تونس لان قريبين منهم ضد من ضد النصارى الرومان اللي كانوا يحكموا كريت وكانوا ظالمين اهل كريت ظلم شديد وسمع اهل كريت بعدل الاسلام والمسلمين فارسلوا رساله يطالب المسلمين بالتدخل لرفع الظلم عنهم وفعلا الحفصيين ارسلوا جيشا وسيطروا على كريت ودخلت كريت في حوزة المسلمين وصارت دولة اسلامية الى ان تم احتلالها لاحقا وخرجت من ايدينا مع استضعافنا لاننا للأسف لا نعظم مقدساتنا ولا نحمي حدودنا ولا ندافع عن مواطنيننا فخرجت كريت وامثالها خرجت الاندلوس خرجت كريت وخرجت اليوم فلسطين وهي قلب الامة ويجب علينا عودتها بدون تعظيم مقدسات ما يكون عندنا امة محترمة وبدون امة محترمة ما يكون عندنا دولة نحلم بها هذه الدولة التي احلم بها القاكم في لقاء قادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله نريد هذه السيادة الحقيقية نريد هذه الهيبة للشعارات الجوفاء اليهود يلعبون بنا هذا امة فقدت مقدساتها وسكتت عنها مسألة امة ضعيفة امة مهزومة نريد امة تصنع الحضارة تعيد الهيبة تقود البشرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر